السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتبع الكرام نقدم لكم كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2020-2021-16 موعد القرعة والقرنات من قلعة الفرق المتأهلة لسوم نهائي دوري الأبطال هذا الموسم كانت عودة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قوية واستثنائية فقد شهد دور المجموعات عدد كبير من المباريات المسيرة التي أصغرت عن مفاجآت أو أصفرت عن مفاجآت قوية أبرزها على الإطلاق الموقف الموقف عزرا الموقف المعقد لريال مدريد في مجموعته كان نزام بريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مختلف أيضا فجميع الجوالات الستة للمجموعات تعقبت كل أسبوع باستثناء أوقات التوقف الدولي وذلك بسبب بداية البطولة متأخرا لتفشي فيروس كورونا دملت بعد الفرق التأهل لدوري 16 في دوري الأبطال هذا الموسم أهمهم حامل اللقب بايرن مينيخ والبطل الأسبق ليفربول وهناك العديد من المقاعد التي لم تتحدد حتى الآن لم تتحدد لأنهم كانوا كتبوا المقال ومحدثوهوش لحد الجوال الخمسة مع انتهاء دور المجموعات يقدم لك موقع في الجول اللي أنا بقرأ منه كل ما تريد معرفته عن قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020-2021 الموعد لقناته النقلة وأكثر طيب ما هو موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020 موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 14 ديسمبر اليوم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الآخر 1442 هجريا وستبدأ مجردات القرعة في تمام الساعة الواحدة زهرا يعني النهاردة الاثنين 14-12-2020 القرعة تبدأ الساعة واحدة زهرا بتوقيت القاهرة الثانية زهرا بتوقيت مكة المكرمة خلينا نقول لك بقيت الدول العربية منهم مش مكتوبين هنا القرعة ماذا الساعة واحدة زهرا الواحدة زهرا او مساء يعني بتوقيت مصر توقيت مصر هو توقيت ليبيا والسودان والفلسطين والاردن واللبنان والسوريا الساعة اتنين زي ما مكتوب اتنين زهرا او مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وكتر والبحرين واليمن والعراق الساعة 13 عصرا او مساء بتوقيت الامارات وعمان الساعة 12 زهرا منتصف النهار بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 11 صباحا بتوقيت جيرانيت شوامور تانية نكمل وستقام قرعة دوري الابطال في مقر الاتحاد الاوروبي لقرة القدم في مقر الاتحاد بمدينة نيون بسويسرا ما هي القنوات النقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا 2021 سيبسوا الموقع الرسمي لاتحاد الاوروبي لقرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة ويمكن نوصول اليه من هذا الرابط طبعا هسيب لك الرابط دوت في وصف الفيديو بإذن الله تعالى عايز اقول لك ان المصدقى الروشن موقع كمان ان القرعة ستزاع على قناة بين سبورتس اتش دي الاخبارية المفتوحة على الرسيفر اللي موجود في اتش دي تمام يعني كده كده القناة غير مشفارة الخاصة بين سبورتس اتش دي طيب اذا لم تتمكن مشاهدات القرعة فسيكون موقع جول ايضا بنقل مقرعيات قرعة دور الستاشر من دور ابطال اوروبا عشرين 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 وعشرين ذلك عن طريق خدمة الباسر المباشر يعني معنى صح هيقولك التفاصيل اول باول خلينا نشوف كده الفرق المتأهلة لدور الستاشر عن المجموعة الاولى تأهل الى الاول مركز الاول متصدر بارن مينخ والوصيف قتلتكم مدريد والى الدور الاوروبي سالوسبورغ المجموعة التانية تأهل ريال مدريد في مركز الاول بوريسا مشنغلات بخ الالماني في المركز الثاني كوصيف واشخطار دونيتيك الى الدوري الاوروبي عن المجموعة الثالثة منشستر سيتي في السدارة بورتو في المركز الثاني ولمبياكوس اليوناني الى الدور الاوروبي عن المجموعة الرابعة ليفربول في السدارة اتلانطا في المركز الثاني وايكس الى الدور الاوروبي تشيلسي في المجموعة الخمسة في السدارة اشبيليا في المركز الثاني وكراس ندار في الدور الاوروبي بروسي دورتموند في المركز الأول بالنسبة للمجموعة السادسة لاتسيو في السادارة الإيطالي وكلوب بروسي البلجيكي في الدور الأوروبي عن المجموعة السابعي فونتوس في السادارة في المركز الأول بروشلونة في المركز الثاني ودينامو كييف في الدور الأوروبي باريسان جرمان في سادارة المجموعة الثامنة لايبزيك في الوصافة في المركز الثاني ومنشستر نويتد إلى الدور الأوروبي خلنا أقول لك طبعا ما هو نظام قرعة دور الست عشر ستشمل قرعة سومة نهائي دورة أبطال أوروبا 16 فريقاً لما تبعاً البطل والوصيف اللي هرنا من شوي سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى وعائين يحتوي الوعاء الأول على الفرق المتأهلة كمتصدرين ويحتوي الوعاء الثاني على الفرق المتأهلة من المركز الثاني لا يمكن لفريق أن يواجه منافس من نفس الدوري في دور 16 لدور الأبطال واستلعب مباراة الزياب على أرض أصحاب المركز الثانية فيما تلعب مباراة الزياب على أرض المتصدرين بمعنى أصح كمثال مثلاً برشلونة حالياً في المركز الثاني مين اللي ممكن يقع معاه أو بمعنى أصح مين اللي ممكن يواجه ما ينفعش يواجه ريال مدريد لأنه معاه في نفس الدوري غير كده يقدر ينفس أي حد تاني بقى خلص مفيش حد معاه في الدوري تاني ممكن ينفس البايرن، تشيستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، بوريس دورتوموند يوفنتوس ما ينفعش طبعاً لو يقع معاه لأنه معاه في نفس المجموعة يعني ما ينفعش يكون معاه في نفس المجموعة ويكون معاه في نفس الدوري الاتنين دول ما ينفعوش غير كده باريس، بوريس دورتوموند، ليفربول، تشيلسي، منشستر سيتي و بارد منخ دول المدئة كمثال يعني كذلك لو قولنا مثلاً أتلت كومدريد ما برضو بنفس الدوري لايبزيك لايبزيك ده ألماني فأكيد ما ينفعش يواجه بارد منخ ما ينفعش يواجه باريس دورتوموند وما ينفعش يواجه باريس سان جرمان لأنه معاه في نفس المجموعة فالمتبقي يوفنتوس وتشيلسي، وليفربول، منشستر سيتي وريال مدريد أفتكر الموضوع بسيط إن شاء الله ما ينفعش من نفس الدوري وما ينفعش من نفس المجموعة تمام طيب ما هو موعد دور 16 لدور أبطال الزهاب والإياب بقى عندنا الموعد إيه مباريات الزهاب لدور 16 في دور أبطال أوروبا ستلعب يومي 15 و 16 فبراير 2021 3 و 4 رجب 1442 دول مباريات الزهاب أما مباريات الإياب فستلعب على يومي 16 و 17 مارس 2021 3 و 4 شعبان 1442 هجريا طيب احنا كده خلصنا الخبر اللي عندنا خلنا أقولك توقعاتي للمباريات اللي هتلعب أو الحاجة اللي هتطلع بكرا إن شاء الله بإذن الله كده أعتقد والله أعلم طبع ما حدش يعرف القرى هتطلع زي البايرن لما هيقع هيقع مع فريق غير بارشلونا ما أعتقدش الموضوع اللي حصل بين بارشلونا و بارن المنخ اللي عام 8-2 ده هيتكرر تاني من دور 16 يعني ممكن البايرن يقع مثلاً كمثال مع لاتسيو فريق سهل ريال مدريد أعتقد ممكن يواجه في هذه المباراة لايبزيك و دي هتبها مباراة مش قوي يعني ربنا يسترع ريال مدريد منها لأن لايبزيك فريق شارس منشيستر سيتي ممكن يواجه إشبيلية ليفربول ممكن يقع قدام قتليتكو مدريد زي ما عملها معاه بس المرة اللي فات مكادش في دور 16 على المعتقد كاد في دور 8 او كان دور 16 كمان والله مش متذكر او تشيلسي ممكن يواجه بورتو بوريسا دورتموند يعني هيقع قدام مين بوريسا دورتموند ممكن بارشلونا ساعتها يبقى ربنا بيحب بارشلونا لأن الباقيين مش هيبقوا سهلين أبدا يوفينتوس ممكن يواجه بوريسا ومشن غلادبخ واباريسا جيرمان هيواجه أتالنطا اعتقد هي دي التأسيمة ومش متأكد منها طبعا دي توقعات مش أكتر هنشوف بكرا إلا هيحسن خليك بس فكرة اللي أنا قلته تمعي الكرام كان معكم محمد دوردين من قناة بالآخر خلاص اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو بكرا القرعة الساعة واحدة زهرا بتوقيت مصر نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته